في عام 1998 أطلق ستوديو فوكس فيلم الحصار الذي يتمحور حول ضابط مكتب الاستخبارات الأمريكية الـ FBI ومساعده اللبناني الأصل الذين يحاولان أن يضع حداً لعمليات إرهابية شلت مدينة نيويورك أشعلها عناصر تنظيم إسلامي بعد خطف وكالة المخابرات الأمريكية السيائية لزعيمهم ويقع صراع بين ضابط مكتب الاستخبارات الذي يصر على الالتزام بالقانون وجنرال في الجيش يفرض حصاراً مرعباً على أحياء النيويورك العربية ويزج بالآلاف منهم في مراكز اعتقال ويعذب المشتبه بهم ألف قصة الحصار الصحفي والأديب والكاتب المصرحي لورنس رايت الذي درس اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1969 وبعد عودته إلى الولايات المتحدة قرر سجل وقته في كتابة مقالات وكتب عن الشرق الأوسط وقرر كتابة رواية الحصار عندما سمع عن ضابط FBI يدعى جون أونيل ومساعده اللبناني الأصل علي سوفان الذين كانوا يلاحقان تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن وقرر كتابة رواية الحصار موسيقى بقيه توني شلوب، أبنية المساعدة اخوان كان محاولا هو مكتبا بقيه والأفاق خطأ حول الحصار في أمريكي من أمريكي ونفي أمريكي خطأ حسابه أنني أعظم لأوبيكي أحب بقيه أحب بقيه أحب بقيه أنه مؤشرات قرر مضيقا مهربة بحانات حالة فإن العالم كان يحاوله قеци وتمع فيه فجربي، سأرسلهم وفجر بشكل صحيح فالما يكتلوا مقارن مع الشيش أنه يوجد بشكل صحيح فالما يوجد فيه المنظر من المنظر المنظر من الولد هناك فترة في الهاتف فؤال الحصول كثيران هناك حكرا يجب هناك فى المنظر بسيخ الأن جنقل في هذه المنظر South Africa Planet Hollywood uh... because Bruce Willis was a partial owner of that restaurant chain and he was in the movie The Siege two people were killed and a little girl lost her leg and this was you know some Islamist group claiming credit it's fine to complain about stereotypes but there's also the fact that these real events are happening and that there are radical Islamists that are attacking America و أنها تفق الإسام والاقلق في موضوع من أفضل. ونحن أفضل في موضوع التاريطيطة. من الأفضل بمستخلفة من الترايطينبهم أن نشعيل بسرعة. لكن هذا صغير جداً... لا، لا، الآن لا، ما أردت دكت مقدارات فبيحة سيدها كانت بشربة قبل، ونحن نطلق في موضوع. كرس لورانس خمسة عوام أجرى خلال لها أكثر من ستمائة مقابلة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة من أجل كتابة الأبراج المشيدة الذي يصبر الحركات الإسلامية منذ تأسيس حركة الإخوان المسلمين على يد حسن البنة مروراً بمفكرها الأبرز سيد قطب الذي ألهم نشوء حركات جهادية متطرفة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ومنها تنظيم القاعدة الذي نفذ ضربات الحادي عشر من سبتمبر ويعز لورانس ظهور هذه الحركات إلى الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط time one thing missing I felt you didn't touch much on it in the book that role of the CIA in creating Al qaeda that's not really true Sam what I mean we saw the Mujah broken had been posted by Lionel Reagan in the White House that's not the same thing as supporting Al Qaeda I'm talking with the Ali eighties يجلسنا جهدين ولكن المنزل سواء ذلك في قسم حمدج قبل محامدج همان بحق بواسطان بما يحضر المنزل ولكنه لم يحضر المنزل لا يحضر المنزل أستطيع أن تقريباً الأجراء المنزل من المنزل المقاعدة تلك العديدة على فترة التاليد وإنتظرنا هذا لطول توضع المجال إلى الجهاد البعض للأمكان اذا ارشب الاجتماعي في المددلاء من المددلين انelijk يشبه الاصبع القيام بالتسجاب والمسلمي المسلمين ويظهر به من القتال الاخوة الوصول بالمجالية في الوصول التسجاب مرة أخرى يجب أن نتجاعد بها لتدفع فيما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تحاول هذا لكن النبوة عندما نقال هذا كانت تجد أنه قد أخرى يتحاول أن تسأل هكذا السبب للغاية بروسيلمي على أنت لغاية تيارات هم يجبون أن يتحاولون الإسلام سبب للغاية لا أعتقد أن الإسرائي لم يكن المنطقة في السرعة. اتشغال رجل أشهر بأن الإسرائيل لمعرفة جدها لأني أشهر مفكرة إذا كانت لديه القدر لحصول الرجال في المدلسات المدلسات المطلوب. إذا كانت نقوم بالتحقيقية بالتعامل فقد أعتقد أنه سيكون مهاجئة لعنوات الوصول فهو لم يكن يستخدم أفضل أيضاً من العالم بالأسفارة من هذه الوصول لا أرى أيضاً لأحظم المدرسل لذلك الآن أيضاً حدثت في غزة وكذلك ترى المسرحة هناك لا أردتها في الكتاب وكذلك المسرحة أعطى حماس وكذلك لا يوجد مباشرة في غازا هناك مباشرة هناك مباشرة سام، أفعل ما يمكن ترجم الأبراج المشيدة إلى 24 لغة وحاز على جوائز عديدة منها البوليتر وتحول إلى مرجع للسياي في حربها ضد الإرهاب وعرض كمسرحية في النيويورك ثم كفيلم وثائقي من إخراج أليكس جيبدي ورفض راية عروض هاليوود لتحويله إلى فيلم درامي خوفاً من تحوير حقائقه إلى أن التقى بعميل المخابرات اللبناني الأصل علي سوفان وعرض معاً على جيبني أن يطرح الكتاب في مسلسل تلفزيوني لكن خلافاً للكتاب الذي يتناول سيرة أسامة بن لادن وإيمان الظواهري يتمحور المسلسل حول عميلي الـ FBI أونيل وسوفان الذين ألهمى قصة الحصار لكل مكتوب من المختلف فيها لأنك تحويلها في أميلي وتغلق الألال فباحة الكتابية على المخابرات لتعلم أنهم أمام المخابرات والأمين المخابرات هم لا معرفة عن الذي يأتي من الآخر وماذا يتبقى عليها وما ي أرقب أن يدخلهم أنا لا أ متأكد أن المسلسل أنينا امتنا بربعة الأميّة لقد كان صحيح بالدفع ب fajتشتش Good it's quite shocking When Richard Clark comes to Candle犀 WrestleManiain He Says OK Al-Qaeda He Have Committed This Crime And I have A plan to go after Him And she Says what about Saddam Hussein If She is Not Interested in The Criminals She Just Wants To Go After And We're Basing This On what We Know We're Not Making That Part of It Up I Think Part of What We Are Trying To Do yes so many different sources you know people have written bits and pieces of the story and we've done a lot of research and not just the reading but you know I took the writers to Washington to meet a lot of people that have been in the CIA took them to the FBI and had them actually just interview these people that they would be writing about the one of the things that's driving this I think is that nobody's been ويقفت على المساعدة ويقفت على المساعدة ويقفت على المساعدة والمساعدة أعتقد أن 9-11 لن يحدث المثير هو أن أحداث مسلسل الأبراج المشيدة لا تختلف عن أحداث فيلم الحصاري رغم أن رايت استلهم الأول من الواقع بينما كان الثاني من صنع خياله وذلك ما دفع سلطات الأمن الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر إلى تجنيد كتاب سيناريو من هوليوود لكتابة سيناريوهات تتكاهن بعمليات إرهابية مستقبلية فهل يمكن للأفلام أن تتنبأ بالمستقبل؟ حسام عاصي دي بي سي